تنقال الفريق أحمد جيت صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس واركان الجيش أن الهبة الشعبية والمسيرات السلمية تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي المرحلة الحساسة والفريق وخلال زيارة عمل وتفتيش قادته اليوم إلى النحية العسكرية الثانية بوهران أضف أن الشعب يثق بشكل كبير في جيشه العازم على مواصلة أداء مهامه مهما كانت الظروف والأحوال والذي يعمل على تأمين البلاد وشعبها معتبرا أن الهبة الشعبية تبشر باقتراب انفراج الأزمة متهما أطرافا داخلية بالعمالة والخيانة الوطن مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستكون صفعة مدوية في وجه المتطاولين على الجزائر وأضف الفريق نتحرير العدالة اليوم واعتناقها أو انتعاء إذن انعقاتها من براثن المفسدين ومضايقات والضغوطات هو ثمرة ينعى من ثمار مرافقة الجيش الوطني الشعبي لشعبه إنما تشهد بلادنا في الفترة الأخيرة من هبة الشعبية قوية ومسئلات سلمية تعكسوا قوة الإرادة أقول تعكسوا قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة في تاريخها وتبشر باقتراب الفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان بفضل تصميم الشعب الجزائري وإسراره عبر كامل ربوء الوطن ألم المشاركة بقوة في التحقاق الرئاسي المقبل يوم 12 ديسمبر 2019 أن هذا الشعب الأصير الذي يعني جيدا خطورة دسائس التي تحاكو في مخابر تأمر في الخارج وأساليب الخيانة في الداخل من خلال استنجادي العصابة بأطراف خارجية قلت أن هذا الشعب سيرد في الوقت المناسب وفي اخبار الحالة الانتخابية يواصل المترشحون لرئاسية 12 ديسمبر المقبل